كندوسي مبين سيرامير كيلوباترا والزمالك وزيت زي ما بلال تكلم كمان كندوسي هيروح فين لما الاهلي عرضوا للبيا هو أصلا كندوسي على زمت مين دلوقتي سيرامير كيلوباترا عارس انا كيكا هتقلص تمام يبقى انت بتتكلم كلمة العرض البيا دي هتبدأ النقاش فيها السيف الجاي السيف الجاي تمام بس ممكن اقول حاجة بس خط انا دلوقتي لو نادي برا برا سيرامير كيلوباترا انا عايزة اشتري دلوقتي حالا عشان مش استنى للاخر لا يحق لك اه لا يحق اصلا ده وفقا للبند بقى لو في بند السيراميكا بقى حقية الشراء فالسيراميكا والا عارب انا اللعيب عندي عارب ما تقدرش تتصرف فيه الا برا انتقل عارب ما تقدرش بس ايا في نقطة ما يلفاش بيه او ما يلفاش بيه او بعد نادي ده رقم واحد هو عليزين بيتناري تاني ماشي طب انا دلوقتي بيتناقش وانا بتكلم في سلعة او في كباية او لا بتكلم في من ادم هل هو قانون عبيد ولا قانون رياضي لائحي له محددات ما بين اللاعب علاقة تعقودية وكلام في الفيفا وانت عارفك يا كريم احنا عادنا من كتر معدن زاكر بقيت يصعر ان هناك كل لفظ له دلالة في العلاقات التعقودية بين اللاعبين والاندية هنا علشان تقول انا اعرض اللاعب للبيع لابد من موافقة مين اللاعب كمان سامسي انه كنالا عامله ما في الزمالك عامل اللي ما يعمل انا مبسوط كده انا مرتاح كده زي إبراقيم صعفان رحمة الله عليه في المصرحية بتاعدي طبعا ما عرفش فاكل اسمها ايه فقالك انا انا قاعد حد يعرف يمشي لا طب انا دلوقتي كندوسي وبعد اللي حاصل ده كله هو هيتعرض للبيع اذا لم يكن هناك توافق او رغبة لدى اللاعب في اللادي اللي هيروحه مش هيمشي هتدينه كمية عادة كامل فبنان على الاهلي بيدرس الوعي اشتكي طبعا الشكوى اللي هتتم دي عشان الشكوى دي تتم وتاخد ما صارها الصحيح لابد ان تحدث ادانة لللاعب اين هي الادانة؟ هنا هو السؤال اين هي الادانة؟ التشيير بالنادي لا انت بتقول تشيير بالنادي الاهلي وفقا للقرار اللي طلع لم يدن الكندوس هو قال ان هو عرض للبيع وفي نفس الوقت الطرف او الادارة التي تسببت في الازمة دي حصل فيها ايه؟ غربلت بالكامل او هي تم عادة هيكلتها بالكامل يبقى فيه هنا تأكيد عن ان هناك خلل المقت حدث متأكيد طبعا اذا انت بتقدرش تقول دي الوقت واللاعب ما قالش ما يفيد ان فيه شخص ما او مسؤول ما هو بيقول ان كان فيه فوضة وقلاء وناس من بعض الوكلات داخله كانوا يعني انت بقيت 4-5 وقرة اتكلم بالموضوع ده ده الواحده يؤكد ان هناك فوضة يعني ده لا وكيله لا ده مش وكيله الفوضة من عند اللعب نعم الفوضة من عند اللعب ليه عند اللعب ليه؟ هو من اللي بيجيب الوقرة؟ لا ثانية واحدة هو دلوقتي اللي بيجيب الوقرة ده انا جاي وكيل لللعب الفلالي هل طبيعي ان انت تلاقي الوكيل ده الوكيل اللعب في نفس الصفقة مش صعبة شوية؟ اه طبعا عن نادي الجزائري؟ صفقة تبسخ نفسها النادي الاهلي؟ اه مش صعبة شوية؟ يعني موكيل النادي الاهلي مالوش هو كده؟ نهو دلوقتي العقد والناس موجودة واللي عنده مشكلة يأكد كلامي او ينفيه الا الاهلي دافع 350 الف دولار عمولة لأحمد يحيا ويحيا علي بالاسم هو والاوراق موجودة في اتحاد الكرة انا ميقولش حاجة غلط وده امر مشروع ووكيل اللعب بياخد الناس بتاعته؟ تمام ومئة الف دولار عن كل سنة من احمد الكندوسي اذا اجمالي ما سيحصل عليه الوكيلين في هذه الصفقة 850 الف دولار بس انا بولا قاركو اشتركوا في القناة